بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا والرسول الله السلام والسلام. اهلا بكم مع اولاء امور وطلات وطلبات الصف الرابع الابتدائي. معكم مستر طلغيطي من قناة زاكر لحساب. اه النهاردة ان شاء الله هنبدأ اه ناخد درس التقريب. وناخده كل مرة واحدة. يعني ان شاء الله هناخده كل مرة واحدة. اه والدرس سهل وبسيط. ما فيش فيه اي مشاكل بس اما حاجة اللي انا اقول عليه يعني يكتب للولد او للبن في صغير كده او ملاحظات في اخر الكتاب عشان يبدأ يرجع لها. طبعا دي جميع انواع التقربات اللي في سنة الرابعة. درس سهل جدا وبسيط جدا. يعني انا شرحت الدرس نبو نقلق على ناس كتير قالت احنا عايزين الدرس دي علشان احنا بنطلغبط فيه والطلبة كتير او ولادنا بنطلغبطو فيه. ان شاء الله يكون درس سهل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا دي امثلة وطبعا هنفترض ان دي اسمها علامة عشرية. طبعا. معلش بس. دي علامة عشرية ودي علامة عشرية. ودي علامة عشرية. ودي برضو نفس الكلام علامة عشرية. طب تمام. بولي هنا اول انواع تقرب لأقرب عشرة. وفيه هنا الاقرب مية وفيه الاقرب الف. هيفهم دي? هيفهم دي وهيفهم دي. طيب. التقريب اقرب عشرة. اه طبعا التقريب اولا يعني. هو هو فايدة ايه التقريب? عشان ما فيش حد يقول لنا احنا بناخد حاجة ملاش لازمة في الدنيا. لا هي مهمة. ازاي لما اجا اقول مسلا ايه? انت حوشت كان في العيد. انت حوشت كان في العيد. يقول يقول لي والله انا حوشت اه فبقى اقول له مسلا انت حوشت كان في العيد. يقول لي والله انا حوشت في العيد اه مسلا اه تمانية وخمسين جنيه.asten حوشت كان بقول لي تمانية وخمسين جنيه. اقول يعني Pal ستين جنيه. قل ستي. هو ده اسمه التقريب. هو ده اسمه التقريب وبيتو استخدم في حاجات كترة اول. المهم. فليما اجا اقول لي ابني التقريب الاقرب عشرة. اول حاجة التقريب الاقرب عشرة عشان هي عشرة فبحط صفر. وهبص على اول رقم بعد العلامة. تاني. يعني في بعد العلامة. ادي العلامة هي. دي قبل العلامة ودي بعد العلامة. لازم ان برضو افهمه. دي قبل العلامة ودي بعد العلامة. اول رقم بعد العلامة. طب لو في سفرين. هبص على تاني رقم بعد العلامة. طب لو في تلات صفار. هبص على تالت رقم بعد العلامة. طب لو التقريب لاقرب مليون وجابها قبل كده على فكرة التقريب لاقرب مليون والمليون في ست سفر يبقى انا هبص على سادس رقم بعد العلامة ما تقولش احد ولا تقول له عشرات ولا تقول له ما هيتلغبط صدقني هيتلغبط فقوله كده احب قلبي احنا عندنا العلامية دي قبل العلامة دي ارقام قبل العلامة وده ارقام بعد العلامة لما يجي يقول للاقرب عشرة هبص على اول رقم بعد العلامة بس ما تنساش ايه احطي صفر. طب التقريب الاقرب ميه احطين. وهبص على تاني رقم على حسب عدد الزفار. طب التقريب لاقرب الف احط تلت سفار. وهبص على تالت رقم بعد العلامة. .. يبقى احنا كده هناخد التقريب رقم عشرة. هحط سفر. وهبص على اول رقم بعد العلامة. مين اول رقم بعد العلامة Laban的 المين؟ ال6 considers مالها ال6 دي. Tess號 نفسك بقى فيها عندنا ارقام اسمها ارقام الغنية وارقام فقيرة. الغنية اللي هي بتتصدق على الفقرة. الارقام الغنية لها خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة دي اسمها ارقام غنية. فبتتصدق على الارقام الفقيرة. وانيه الارقام الفقيرة واحد واتنين وتلاتة واربعة. واحد واتنين وتلاتة واربعة. دي ارقام فقيرة. فلما تلاقي رقم غني هيبدل رقم فقير جيني يعني واحد. هيدي له واحد هيزود عليه واحد يبقى الاركام الغنية خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة لازم من يحفظهم دي اسمها الاركام الغنية خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يدي اللي جنبي واحد تاني احط صفر هنا وهبص على اول رقم بعد العمل لازم نقوله نفس النمط ده ونفس طريقة الكلام كده عشان الكلام ده يعتبر اسهل كلام بالنسبة لسنه ويخش في الدماغ ما يطلعش ابدا ما قولوش بقى الاحاد والاحاد يبص على العشرات وهلي يا طرح هيدي لأ تبقى صعب عليه فبحط صفر وهبص على اول رقم بعد العلامة اللي هو مين ستة الست رقم غني ولا فائد هيكونوا واحفظهم رقم غني يدي للي جنبيه واحد من ناحية الشمال هيزود عليه واحد هيدي له واحد واحد وخمسة هيبقوا ستة والتمانية والسبعة الكتب زي ما هي طبعا الابن هيسألك طب والستة لأ يقول له يا حبيبي لأ الستة ده هي هي لازمتها ان هي تقول لي ازا كانت هي ازود ولا ما زودش اما انا الكتب ما كتبش طب والعلامة والارقام اللي قابليها ملهاش لازمة ملهاش لازمة طب جاوبها ليه عشان يوقعك ويغلطها طيب هنا تقريب الاقرب عشر هحط صفر وهبص على اول رقم بعد العلامة اللي هو مين التمانية التمانية يدي للتسعة اه يدي له هيدي له كام واحد واحد وتسعة عشر ما هيكتبش كلها صفر وما هيقل له واحد وخمسة ستة والستة تدي الكتب تمام تمام هنا برضو هحط صفر وهبص على اول رقم بعد العلامة من الستة الستة غني ولا فعير غني يدي للسبعة اه يدي لها واحد السبعة ده هتبقى كام تبقى تمانية والتمانية تكتب زي ما هي والاربعة تكتب زي ما هي وبالراحة على ابني ولا بعلمته هنفترض ان رقم ده مسلا ايه يعني نغير رقم ده مسلا نخليه اتنين تمام تمام كده فهنا عندي احط صفر وهبص على اول رقم بعد العلامة من اول رقم بعد العلامة اللي هو اللي اتنين اللي اتنين غني ولا فقير اللي اتنين اه غني ولا فقير يبقى ميدش اللي جنبه يبقى اللي جنبه ده كتب زي ما هو والواحد والواحد. طبعا الاتنين دي ما بتتكتبش. احط صفر وهبص على اول رقم بعد العلامة اللي هو التمانية. التمانية يدي للسبعة اه يديله. السبعة دي هتبقى تمانية وخمسة. التقريب الاقرب مية احط صفرين وهبص على تاني رقم بعد العلامة. تعال كده نمسح. قلنا طبعا دي علامة. من تاني رقم اه ده اول رقم وده تاني رقم. الخمسة. الخمسة غني ولا فقير اهي غني يدي للتمانية واحد فالتمانية دي هتبقى تسعة والسبعة دي تكتب زي ما هي هنا برضو نفس الكلام احط صفرين عشان تقريب لأقرب مية وهبص على تاني رقم بعد العلامة اللي هو مين التسعة التسعة يدي للخمسة او يديله فالخمسة دي هتبقى هتبقى كام ازول على واحد تبقى ستة والستة دي تكتب زي ما هي وين برضو هحط صفرين وهبص على تاني رقم بعد العلامة ليه مين السبعة السبعة يدي للتمانية او يديله فالتمانية هتبقى تسعة والا اربعة تكتب هحط صفرين وهبص على تاني رقم بعد العلامة اللي هو مين اللي اتنين ادى الاولاني وادى التاني اللي اتنين تدي للواحد لا يبقى الواحد ده كتب زي ما هو واللي جنبي برضو كتب زي ما هو لازم ان يحل كتير احط له صفرين وهبص على تاني رقم مين? السبعة. السبعة يدي للخمسة? اه فالخمسة اللي هتبقى ستة. وهجز. طيب تقريب لأقرب الف احطي تلت سفر عشان فينا تلت سفر. وهبص على تالت رقم بعد العلامة. واحد اتنين تلاتة. ابرة الخياطة. اللي هي التمانية. التمانية يدي للسبعة? اهو تديله. فالسبعة دي هتبقى ايه? تمانية. احط تلت سفر. وهبص على تادي رقم. واحد اتنين تلاتة. الخمسة دي. الخمسة تدي للستة? اهو تدي له واحد تبقى ايه? سبعة. هنا نفس الكلام احط تلت سفر وهبص على تالت رقم بالعلامة واحد اتنين تلاتة التمانية. تمانية يدي اللي اربعة? اهو تديله. فالالأربعة تتبقى كام? خمسة. وهكزا. وهكزا في كل المسألة. طيب تعال لدي بقى. دي. احط تلت سفر. وهبص على تارت رقم. واحد اتنين تلاتة. الخمسة. الخمسة تدي? اه تدي. تدي المية. ما فيش رقم جنبها? لا في جنبها رقم جنبها. يا مستد ده ما فيش? لا فيه. في هنا صفر بس ما تكتبش. اي رقم في الدنيا من وراء في صفر كتير. بس مالهاش لازمة مالهاش اي قيمة. فيعتبر هنا صفر. فهيحط له واحد. يبقى ايه? واحد. طيب. تعال بقى للتقريب الاقرب بعد صحيح. يبقى انا بقى? يبقى انا بقى اعمل ورقة فلوسكاب كده او اكتب له في اخر الكتاب. اه افضل لها ورقة فلوسكاب. اه تكتب له الحتة دي التقريب الاقرب عشرة. تكتب له كده باللغة العمية. هحط صفر. وهبص على اول رقم بعد العلامة. لازمة كده. عشان نكرهها كتير. التقريب الاقرب عدد صحيح ولو كلمة تانية التقريب الاقرب وحدة. يعني لها كلمة كده او كده. ده يعني لها اسمين. التقريب الاقرب عدد صحيح? او التقريب الاقرب ايه? وحدة. طيب دي هنعمل ايه? هبص على اول رقم قبل العلامة. تاني هبص على اول رقم قبل العلامة. وحنا ارفنا الارقام من الابل العلامة وبعد العلامة. هبص على اول رقم قبل العلامة. اول رقم قبل العلامة. قبل العلامة. فين العلامة? اهي? من قبلها التلاتة. غني ولا فقير? التلاتة? فقيه? يبقى ما يديش للستة. ما يديش للستة. احنا منبص ناحية الشمال. منزور ناحية الشمال. ما مزورش ناحية المين. ما يديش للستة. يبقى ستة الكتب زي ما هي والخمسة والتمانية والسبعة. بس. هبص على اول رقم قبل العلامة. مين? الاتنين. الاتن دد للتمانة? لا. يبقى ده تكتب زي ما هو. تمانية تسعة خمسة ستة. برضو كله ده. تعال شوف ده كده. اللي اقرب الاقرب على الصحيح. الستة. يبقى ده هتبقى كم? تسعة خمسة تلاتة ستة. الصفر ما يتديش. بقى تكتب زي ما ايه? تمانية سبعة خمسة. التلتة ما تديش. يبقى الاتنين واتنين وواحد وواحد. فيه مثال بقى مهم بقى. لو جي قالك قرب الاقرب عدد صحيح واحد على خمسة. ومسلا اربعتاشر وتلاتة على خمسة. بقول لي قرب ده الاقرب عدد صحيح. وممكن مسلا يقول لي تلاتة على سبعة. او هنا مسلا تلاتة على ايه? على اربعة. خليه على اربعة. التقريب اللي اقرب عدد صحيح اعمل في ايه هنا? فاعمل ايه هنا? خمسة وتلاتين واحدة على خمسة والبعتشر والثلاثة على الاربعة. اتكزوا بقى معي بقى. اا اول حاجة هجيب البسط وقوم ضربه في اتنين. هجيب البسط وقوم ضربه في اتنين. بس. واضربه في اتنين دايما. يبقى في التقريب الاقرب على الصحيح لو جاب لي كسر. اضرب البسط في اتنين. اتنين في واحد باثنين. اللي اتنين اللي طلقت د confused اكبر من المقам? اولا لا اللي اتنين دي اكبر مقام? لا يبقى دي ما يزودش. يبقى دي الخمسة وتلاتين بتفضل زي ما اي معيب. بقتل ما يدخدش دماغي. البسط قوم ضربه في اتنين. اتنين في تلاتة بستة. الستة دي اكبر من الاربعة? اه يبقى تزود على الاربعة دي واحد. يبقى خمستاشر. خمسة الاربعة اضرب بسط في اتنين. تنين في تلاتة بستة. ستة اجبر من تومية? لا. يبقى الخمسة دي كتاب سمية. طب يفرد مستر بقى جاب لي ايه? ايه? يفرد جاب لي ايه مسلا اربعة على تمانية. او اربعة على سبعة. ماشي. اضرب بسط في اتنين. ونه فيش جنب هنا حاجة. اربعة تمانية. التمانية اكبر من سبعة? اوه. يبقى تزيع العجنب واحد. هنا كام? سفر. يبقى انا اجيب البسط وقم ضربه في ايه? في اتنين. اجيب البسط وقم ضربه في اتنين. لو اكبر مكان? تمام. يبقى زود على جنبه واحد. لو اصغر من مقام? تمام? ايه ما زودش واكتب اللي جنبه زي ما هو. اكتب له من الحوزة ديت في اللي انا هلخص له فيها. طيب التقريب لا اقرب جزء من عشرة ليه برضو مسميات كتيرة. ممكن يجي يقول لي كرب لاقرب رقم عشري واحد. ممكن يجي يقول لي كرب لاقرب واحد على عشرة. ممكن يجي يقول لي كرب لاقرب واحد من عشرة. واحد من عشرة. يبقى دي هي دي هي دي. يبقى رقم عشري واحد اقرب واحد على عشرة اقرب واحد من عشرة اقرب جزء من عشرة كل ده مطلب واحد. طب ونه straight-up! انا هعمل ايه? هبص على رقم الجزء من عشرة. او ممكن على طول على طول عشان بس بقي ايه ما بتبقاش اقول عليه هبص على الاقرب جزء من مئة. احفظو فيه. احفظو هلو. ده الجزء من عشر وده جزء من مئة. هبص علي. على طول كده اول ما يجي هيب قالبي يقولك تقريب الاقرب جزء من عشرة هبص علي الجزء من مئة. بس كده. من جزء مية التلاتة. طبعا لازم يعني اعيد له اسماء الايه? او الكرة المكانية للارقام. العلامة جزء من عشرة جزء مية جزء من الف. التلاتة. جزء مية. التلاتة هتدي اللي جنبية? لا. فهذه هتكتب كل ده زي ما هو. يبقى تلاتة علامة ستة خمسة تمانية سبعة. تبتعد دي كده? هبصر الجزء مية. اللي هو الخمسة جزء من عشرة جزء مية. الخمسة تدي الاتنين? اه الاتنين ده هتبقى تلاتة. والعلامة زي ما هي? تمانية تسعة تمانية تسعة خمسة ستة. هنا برضو نفس الكلام هبصر على رقم الجزء من عشرة او جزء مية. من الجزء مية اللي اتنين? اللي تدي اللي تدي? لا ما تدلهاش برديد الكتب زي ما هي? علامة ستة سبعة تمانية ربعة. من الجزء مية التلاتة تدي تدي لدي? لا. يبقى ده الكتب زي ما هو. اللي تدي لدي? لا. ده الصفر ده منوش اي قيمة. يبقى ده الكتب زي ما هو من غير علامة. الصفر تدي للستة? اه الستة ده تبقى سبعة علامة تمانية خمسة تلاتة ستة. ده درس التقريب. طبعا في بيجي بيجي في الامتحانة على اساس شكلين. يا اما يجيب لك رقم وقول لك على طول كرب. يا اما يجي يقول لك وده معظم اللي بيجي. يقول للولد مسلا ايه? يجيب له مسألة زائد او ناقص او ضرب او اسمه ويقول له كربها لي الى اقرب كزا. يعني بعد ما بعد ما تجمعها او تطرخها كربها لي الى اقرب كزا. يعني بعد ما تجمعها وتطرخها لازم ان يجمع كويس وبعد ما يجمع يقربها كمان. ودي اكتر واحدة بتيجي في الامتحانات. اهم حاجة بعد ما حضرتك او حضرتك فهمتي ان انت تلخص لابنك او لابنك. اه كل ده في ورقة فلوسكاب. حلوة بطرقة جميلة. طبعا ما الامثلة بيحل الاول انتو تحلوا مع بعض الاول. تمام? بعد كده ما يبدأ يحل ويفهم الموضوع. تكتبها له كده نظري. ما تكتبوش امثلة. لقى نظري على طول كده. وبعد كده ايه? اه هي هو بس يقرأها مش يحفظها. مش يحفظها. لا يقرأها. يقرأها بس كده عشان يفتكر. عشان كده كده ينسى. يبقى تقريب الاقرب عشرة احط صفر وهبص على اول رقم بعد العلامة. اه تقريب اقرب مية حط صفرين وهبص على تاني رقم من بعد العلامة. الاقرب الف احط تلات صفار وهبص على تالت رقم من بعد العلامة. اه ان شاء الله هنكمل اه المنهج وربنا يسهل. اشوفك على الخير بسم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.